أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما أنذر آباؤهم كهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا سي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بسادس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتون نرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم ماكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أذرا وهم يهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضغن لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا الذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محبرون وآية اللوم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأذواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفثهم ومما لا يعلمون وآية اللون الليل نسلخ من النار فإذا هم مظلمون والشمس تدني لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلها التعاد كالعرجون القديم للشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المصعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معلدين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رذقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم شادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة إلا سيحة واحدة تأخذون وهم يخصمون فلا يستطيعون توثية ولا إلى أحلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من باثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم وأذواجهم في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاذ يوم أيها المجرمون وامتاذ يوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون إفلوا اليوم بما كنتم تكفون اليوم نختم على أبوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمثنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينشرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محبرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يثرون وما يعننون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العذاب وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادم على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر